برلمانياً ترأس أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اجتماعاً لمكتب المجلس تضمن الاجتماع النظر في التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي انتهت أمس المناقشة العامة لأحكامه وتقرر بعد ذلك عقد جلستين عامتين يومي الثاني والثالث عشر أضرير القادم للتصويت على هذه النصوص القانونية وطرح الأسئلة الشفاوية ترجمة نانسي قنقر